تنطلق اليوم الحملة الدولية للغاء ديون بن علي في وقت تخصص فيه الحكومة التونسية 20% من ميزانية الدولة لاستخلاص تلك الديون جمعيات وشخصيات دولية تحط رحالها في تونس لحث حكومة علي العريض على تجميد فوائد ديون النظام السابق أن الحكومة تقتنع أن الطريق اللي ماشي فيه غالط واللي مصلحة البلاد تقتضي الآن تعليق تسديد الدول يزي كما نقوله بالدرجة يجب يصبر علينا يفهموا الشيء هذير من 14 جان في اليوم تونس شعب تونسي خلص 7326 مليار هذا مبلغ كبير برشا احنا شعارنا الحملة الوطنية احنا اولى بفلوسنا وتقول لجنة الغائديون العالم الثالث أن رفع الدعم عن المنتجات الأساسية في تونس هي بمثابة إعلان الحرب وتهديدا واضحا للسلم الاجتماعي في البلاد الحكومة أعدت ميزانية ميزانية مش تعلن فيها الحرب على الشعب التونسي وعلى المجتمع التونسي يعني وإحنا نقوله قال لي فما اخترك بي قاعدة هدد السلم الاجتماعي أو الهدوء النسبي اللي موجود الآن يعني بالميزانية هذه قاعدة تلعب بالنار قاعدة تدفع بالإجراءات اللي نجمنا نسمع بها يعني إلغاء الدعم إلى آخر هي تجرم أولا تجرم في الدعم كريستين فيرجين عذو البرلمان الأوروبية تقول أنها لم تلمس تعاونا أوروبيا جديا لإلغاء ديون بلدان الثورات العربية وتعيد بالعمل على إلغاء ديون تونس في البرلمان الأوروبي القادم العاتلون عن العمل في تونس بين سندان العطالة ومطرقة ديبلوماسية فاشلة كما يقولون فرغم التدايون الشديد لم تتمكن الدولة من رفع نساق التنمية خلال سنتين لكن نحن اليوم مع ناش ديبلوماسية حقيقية تمشي تفاوض تمشي تجدول الديون هذه وتنقشها من أجل مصلحة الشعب التونسي لدينا ناس تتلها في ملفات أخرى غير ملفات الشعب التونسي هدوء كبير في الشارع التونسية قويل رفع الدعم عن المنتجات الأساسية وتساؤلات أكبر حول انسداد أبواب الاقتراض أما جاحيم ديون بن علي فلا حل لها حسب الحاكمين سوى جيب الشعب شكرا